أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية وصول أول قافلة مساعدات إنسانية مباشرة من الأردن إلى قطاع غزة وذلك عبر معبر كرم أبو سالم وأوضح المتحدث أن الهيئة الخيرية الأردنية وبرنامج الأغذية العالمية سيرى قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 46 شاحنة وهي محملة ب750 طن من المواد الغذائية الأساسية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة وحملتها شاحنات مدنية أردنية إلى معبر العوجة ومن سما إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم